السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم يا جماعة من الايه? يا رب تكونوا بخير معاكم دكتور ابراهيم. والنهاردة فيديو جديد ان شاء الله هنتكلم فيه عن تسوس الاسنان الامامية. هنتكلم عن انواع واشكال التسوس في الاسنان الامامية واسبابه والوقاية منه. واخر جزء في الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن طريقة علاج التسوس بالحشو التجميل عن دكتور الاسنان. وايه المعايير اللي لازم تكون موجودة في الحشو علشان نقول ان الحشو ده كده اتعمل كويس. اه وده هيكون اهم جزء في الفيديو ان شاء الله. فيه كلام مهم جدا جدا لانه فيه نكاترة كتير للأسف بتعمل اخطاء شنيعة في الحشو ده. لازم تاخد بالك. اولا ايه هي اشكال التسوس او التآكل في الاسنان الامامية. وانا هشرحهم بالتفصيل يا جماعة علشان تبقى فاهم اسبابها كويس فتعرف تتفادها ان شاء الله. ولذلك الفيديو ده مهم جدا لكل الناس مش شرط اللي عندهم المشكلة دي فقط. اول حاجة. وده بيكون على شكل تأكل في سطح طبقة المينة في الاسنان وبيكون نتيجة الاحماض لو فضلت فترة طويلة على سطح الاسنان. طب بتيجي الاحماض دينين? اكل او شرب يكون في احماض كتير زي اللمون والبرتقان مثلا او المشروبات الغازية بسبب الصودة اللي بتبقى فيها. او مشاكل زي ارتجاع المريء او لو حد عنده بيرجع يعني كتير. ودي مشاكل بتسبب خروج الحمض بتاع المعدة من المعدة للفم. فلو بيحصل كده كتير والحمض بيفضل فترة طويلة على الاسنان هيحصل لك مشكلة دي. رقم اتنين من اشكال تآكل الاسنان الامامية وهو حاجة اسمها وتكلمنا عنه في فيديو قبل كده لو فاكرين عن تآكل طبقة المينة في الاسنان آآ هسيبه لكو في رأس في فيديو ان شاء الله. وهو بيكون بيحصل نتيجة الجز على الاسنان او بيسموه صرير الاسنان بروكسيزم. فراجع الفيديو ده علشان تشوف علاج مشكلة الجز نفسها ايه. تالت حاجة كسر في الاسنان الامامية من الدرجة الرابعة بنسميه وده شائع عند ناس كتير وبيكون سببه آآ غالبا يعني خبطة في الاسنان خصوصا عند الاطفال مسلا لما بيكون بيلعب او حاجة هو صغير. او الناس بقى اللي بتستخدم الاسنان دي في اغراض ومش بتاعتها زي فتح المعلبات مسلا. آآ رقم تلاتة تسوس من الدرجة الخامسة بتسميه وده يندرج تحتها اللي تكلمنا عنهم في اول الفيديو. لكن له شكل كمان تاني وهو تسوس فعلي زي اللي في الصورة كده. والتسوس اصلا يا جماعة بيحصل نتيجة تكسير البكتيريا بقايا الطعام وتحويله الى احماض. فالاحماض دي بتبدأ تاكل في طبقة المينة في الاماكن اللي بتراكم فيها بقايا الاكل. وبتكون فيها بكتيريا كتير. ولزلك هتلاقي التسوس دايما بيحصل في اماكن سهل تراكم الاكل والبكتيريا فيها وصعب تغسلها. او ممكن تشوف الفيديو ده كمان بعنوان ازاي بغزل اسناني وبتسوس. هسيقولكو في الوصف. فانفرق كويس قوي بين التسوس ده. وبين التآكل اللي بيحصل في طبقة المينة بدون بكتيريا زي اللي تكلمنا عنهم وحاجة اسمها كمان اسمها اللي بيحصل نتيجة استخدام الفرشة بعنف وقت تنظيف الاسنان. كمان التسوس العادي بيختلف عن حدوث كسر مثلا زي الدرجة الرابعة برضو فانفرق بينهم اللي تكلمنا عنه من شوية ده. كلهم في الاخر بيعمله مشكلة في الاسنان بيعمله حفرة او باختلاف بقى الطريقة اللي بيحصل بيها الحفرة ده او ده او العيب ده في السنة يعني. عندنا كمان اخر شكل من اشكال التسوس في الاسنان الاممية وهو من الدرجة التالتة. وده بيكون موجود على الاسطح الجانبية للاسنان الامامية وبعضها. زي ما انتشوفين كده في الصورة. ممكن يزيد ويكبر فيعمل حفرة في السنة المصابة دي. ممكن يبقى لسه في الاول كده تسوس بسيط ماشي جوه السنة ولسه ما تكسرتش. فبتظهر زي الصورة دي كده كأنه في حاجة سودة او بنية وراء طبقة المينة. ودي حاجة مهمة جدا قوي تخليك لو شاكك انك عندك حاجة زي كده تروح تكشف على طول قبل ما المشكلة تكبر. ان زي ما قولناك قبل كده ان طبقة المينة شفافة زي الازاز. فبتشف اي لون وراها. فلو وراها تسوس اسود مسلا هتبان بالمنظر اللي انت شايفينه ده. طيب وده سببه ايه? ده سببه تراكم الاكل بين الاسنان وتلاقي ناس كتير دايما بتحس بتراكم الاكل في الاماكن دي بين الاسنان مينة فتلاقيك دايما بتحاول ايه تخرج الاكل المحشور ده بين اسنانك ومدايقك. ساعات كتير بقى ممكن ما تبقاش حاسس ديه اصلا. الحل هنا انك لازم بعد الاكل دايما تستخدم خيط الاسنان سواء كان البقرة دي او اللي فيها خيط من ناحية تانية علشان يبقى سهل استخدامها او استخدام فورش اسمها ومن اسمها كده فهي بتستخدم بين الاسنان وبعضها ومنها اشكال مختلف علشان يبقى سهل استخدامها في الدروس الخلفية. كده اتكلمنا عن اشكال التسوس والوقاية منها ازاي? هناخد بقى حالة نتكلم فيها عن العلاج وهو الحشو التجميلي. حالة زي دي كده كانت معمولة حشو قديم ولونه تغير وباين فرق اللون بين الحشو والسنة وباين انه في خط كده عند بداية الحشو. فالدكتور هنا شال الحشو وهيزهر بقى السنة كانت مكسورة قبل كده ازاي? زي اللي شفناها في الاول. اول حاجة يا جماعة دكتور هنا بيحط حاجة اسمها ودي من اهم عوامل نجاح الحشو. لانها ما بتخليش الحشو يلزق في السنة اللي جنبها. ودي من اكبر الاخطاء اللي بتعملها دكاترة كتير. المشكلة زي دي بتبهدل الاسنان وبتعمل الانتهابات كتير في اللسة في المكان ده. وبتكونش عارف تدخل خط بين الاسنان وتنظف سنة كويس. وزيد المشكلة لو كان التساوز ده من الدرجة التالتة. يعني الحشو ناحية تحت شوية كده وقريب من اللسة. وسعب يعدي كمان تحت اللسة فالدكتور لو ما استخدمش الماتريكس دي باختلاف انواعها بقى. المهم يستخدمها. هيطلع حشو سيء جدا وهيعمل مشاكل وحشة فعلا. تركزه في النقطة اللي قلتها دي كويس قوي. لازم بعد الحشو في اي سن واي درس تبقى قادر تدخل خط الاسنان كويس بين الاسنان. وده مش معناه ابدا انه بيسيف فراغ بينهم. لا خالص هو بس بيعمل زي الاسنان الطبيعية بالزبط. اللي هو باين ان هما لازقين في بعض. زي ايدي كده لكن كل ايد لوحدها. مفصولين زي برضو الاسنان الطبيعية كل سنة لوحدها. هل كده في بينهم فراغ? ما فيش بينهم فراغ بس هو باين ان هما بلزقين في بعض. فلازم لو دخلنا خيط هيدخل بسهولة بينهم عادي. في حاجة كمان مهمة جدا جدا اي حد بيجي يعمل حشو في الاسنان الامامية يعني كمرضى. بيقول انا مش عاوز اشيل حاجة من السنة خالص. مش عاوز اشيل حاجة زيادة مسلا عن الكاس اللي عاود تساوز اللي فيها. بيقول لا. ما ينفعش. لازم في حتة كده بنشيلها بطريقة معينة. بتفيدنا في نقطتين. اولا انه الحشو يمسك في طبقة المينة كويس. لانه الحشو يا جماعة ما بيلزقش في طبقة العاج اللي هي تاني طبقة. فاحنا بنعلي له جزء اكبر من طبقة المينة علشان يلزق فيه. اه تاني نقطة وهي انه ما يزهرش فرق اللون بين الحشو والسنة. وما يكونش فيه خط فاصل واضح بينهم. فالحركة دي كده بتعمل تدريج في اللون. ودي حاجة يا جماعة موجودة في الكتب باسمها فاحنا مش مخترعين لها من عندنا ولا في استسهال من الدكاترة فيها بالعكس اللي الدكتور اللي ما منهاش بيبقى غلطان. انه الحشو مش هيمسك كويس ومش يطلع لونه حلو. تاني خطوة بقى وهي ودي مادة حمضية كده بتعمل زي تخشين لسطح طبقة المينة فيمسك فيها الحشو كويس. تالت خطوة وهي البند ودي طبقة بنحطها قبل الحشو اساسية في جودة التصاق السنة بالحشو. بعد كده حسب الطريقة اللي الدكتور بيستخدمها هو هنا في الحالة دي بنا الجدران الجانبية للسنة الاول والسطح الخالفي للسنة علشان يشكل حاجة اسمها للسنة يعني حدود والشكل الخارجي للسنة. بيستخدم برضو حاجة اسمها مصممة انها تطلع الشكل ده مظبوط من الجنب ومن وراء. مع طبعا مهارة الدكتور نفسه في استخدامها وفي كل الادوات دي. دي برضو بتساهم في اللي قلنا عليه من شوية. وهو انه الحشو ما يلزقش في السنة المجورة ولا يكون بارز وضاغط على الليس عشان ما عميش فيها التهابات. وبعدين بقى هيملى الجزء اللي فاضل ده بالحشو بحيس يبقى شبه السنة اللي جنبها بالزبط في الشكل ودرجة اللون. عندنا حلول تانية بقى جماعة سريعة كده وهي مثلا وهي اشرة من الاي ماكس اشرة تجميلية بتتعامل في المعمل والدكتور بيلزقها على الاسنان لكن الدكتور بيشيل جزء كبير من طبقة المينة فما تعملهاش الا لو كانت الحالة تستدعي كده كزلك الحل التاني وهو الكراون او التربوش. وده بقى الدكتور بيشيل في جزء كبير جدا من طبقة المينة حوالين السنة كلها. وبنختارش التربوش الا ازا كانت السنة معمولة حشو عصب. ساعتها ضروري تعمل التربوش. او كانت السنة مساوسة كتير جدا فيها كزا مكان في تساوس فوق وتحت يمين وشمال وهكزا ومن جوة مبارا. تكوين السنة نفسها ممكن نبقى ضعيف. طبقة المينة كلها ضعيفة. مش حتة صغيرة فيها ساعتها بس ممكن تعمل تربوش عالي. فخلونا دايما في قراراتنا نعمل ايه? نكون محافظين على السنة بقدر الامكان. الخيار الاول دايما هو الحشو التجميلي وبعدين الفينير وبعدين التربوش او الكراون زي ما قلنا في الحالات بس بتاعته مش في اي حالة. كمان ممكن تشوفوا الفيديو اللي هساولكم في الوصف ده بتاع علاج التساوس الابيض بطريقة طريقة مهمة جدا ما بتخلناش نبرد من السنة اي حاجة. وبس كده يا جماعة انكم خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. شكو الفيديو جديد جاي ان شاء الله. سلام عليكم.